اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في غياب بيخلي الناس تنساك او بيخلي القائمين على المسألة مو بس ينسوك في افضليات تكون موجودة قدامهم حاضرة قدامهم بيتذكروا لانه حاضرة قدامهم يعني ما في هم مشترك لحتى يبحثوا عن الشخص المناسب لحتى يكون متواجد بالوقت المناسب فلانما ما بيكون في هم مشترك فما عليش تكون مغيب احسن ما تكون حاضر بس حاضر هيك رفعتها بلا اكتر ولا اقل في عالم سألت عنك كان في سؤال عنك ان كان من شركات الانتاج او ان كان من زملاء هلا ازا بدك حقيقة من الشارع اكتر من الزملاء او من شركات الانتاج لانه انا هوني ماني جاي الجامل ولا جاي لحتى يعني بروز الصورة لانا بدي احكي الحقيقة شركات الانتاج يعني في كتير تغيبت اصلا عن الساحة الابداعية انت بتعرف وهلا الحمد لله انه في ناس عم ترجع تقلع من اول وجديد في شركات جديدة عم تحضر وعم تحضر بطريقة كتير راقية وكتير محببة وكتير يعني متخصصة او بروفيشنال فهذا هلا صار بيشجع انه الواحد يرجع يفكر بالعودة بطريقة تناسب طموحاته احلامه وتناسب خطه الفكري اذا بدك او خطه الابداعي اللي تعود عليه او اللي هو رسمه بحياته الابداعية صار فيه شي مشجع الان بوجودها الشركات المحترمة المختصة المحترفة يلي عم تتعامل مع الفنان بطريقة كتير لائقة وكتير حضارية يعني بتخلي للدراما السورية مو بس اعلاميا انه هي حاضرة وموجودة لا بتخلي كمان آليات العمل الموجودة ضمن هاي الشركات الانتاج تقلق الدراما السورية بتتعاطي مع المبدع نفسه السوري سواء كان ممثل تقني مخرج فني يعني اللي ما بيكون فيه شروط محترمة فهي مشجعة لكل المبدعين بسوريا انه يكونوا موجودين بهاي الشركات فدايما بتمنى انه يكون عندنا عدد اكبر من هاي الشركات المحترمة المتقلقة المحترفة اللي غرضة مو بس الرباحية لازم تربح لحتى تكون حاضرة ولحتى تتطور ولحتى تقدم الاحسان بس كمان هم ابداعي هم سوري هم سوري انه تقدم الصورة السورية تقدم المنتج الابداعي السوري بطريقة محترفة وبطريقة جميلة وبطريقة تليق باسم سوريا بعد هالأزمة وبعد هالحرب اللي ما بتشبه اي حرب اخرى صارت بالعالم فانا مع هاي الشركات ما بدي سمي حتى ما حدا يزعني هني كلنا سوريين صحيح ولا عم تحكي عن عربي كمان هلا عم بحكي عن سوري اولا وعم بحكي عن عربي ام يعني في شركات عربية كمان عم بتقدم المبدع السوري بطريقة كتير لائقة وطريقة محترمة التعاطي مع المبدع السوري يمكن حكينا قبل الهواء انه مو بس الممثل عم بحكي جهة الانتاج عم بحكي التقنيين السوريين الفنيين الاخراج عم بيتعاطوا معهم بطريقة لبقة وبطريقة محترمة وبطريقة احترافية وهذا اندل على شي بيدل على انه هاي الشركات الانتاج اولا شي بتحترم حالها بتحترم منتجة وتاني شي عرفاني انه بالاحترام رح تقدم الخصوصية بطريقة كمان لائقة وبطريقة تقدر تنافس فيها طريقة منافسة لانه المبدع السوري بدي احكي وبكل فخر يعني برجع بقول مو بس الممثل السوري التقني السوري المخرج السوري الكاتب السوري فعلا 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 ترفع له القبعة بالعالم العربي لانه عم بيقدم انجاز منجز ابداعي منجز فكري منجز تقني مهم بنافس حاضر وان كان يعني شوي مسألة الهوية السورية بلشت عم نزيح عنها يعني عم نبعد شوي عنها بس ما عليش قادرين نحن بسوريا انه نقدم منتج محلي نرجع للهوية الدراما السورية نرجع لها قوتها ووجودها الحقيقي وخلي كمان بالعالم العربي هالشركات المنتجة المحترمة اللي عم تتعامل مع المنتج السوري الابداعي بطريقة اذا بدك عالمية خلينا اقول بطريقة عالمية منافسة حاضرة عم تقدمنا بطريقة مشرفة فكمان هذا يضعف قيمة مضعفة للمنتج الابداعي السوري نعم التغييب اللي حكينا عنه او الغياب القصري اللي هو كان بسبب الظرف ممكن نتطرق لاله خلال الحلقة فتح المجال لوجوه جديدة يعني اليوم غياب او تغييب قامات واسماء الى مسيرتها وتاريخ الفني الطويل ممكن يفتح المجال لوجوه تاني لنجوم يتربعوا يعني انا بتمنى يكون هذا الشي مقصود ومو جايب الصدفة بتمنى يكون في خطة يكون في يعني مشروع انه نقدم نحنا وجوه جديدة تحل محل وجوه كانت سابقا الى حضورة وإلى فاعليتها وإلى خصوصيتها الابداعية بس للأسف اللي عم بصير انه عم بصير يعني الصدفة هي اللي عم تلعب الدور واذا بدك خليني احكي عن شغلة كتير 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 انا فرحانة فيها الان بكل المنتجات اللي شفناها بكل الاعمال اللي عرضت في رمضان انا كنت سعيدة كتير بشغلتين اساسيتين الشغلة الاولى انه المبدع السوري مثل ما قالنا مخرج كاتب ممثل حاضر بطريقة منافسة وبطريقة مشرفة مشرفة والشغلة التانية الوجوه الجديدة السورية من ممثلين عم بحكي انا تحديدا حتى اذا بدك الجيل الشاب من التقنيين من الناس الموجودين كمان عم ياخدوا ادوار عم بيقدروا يأسبتوا فيه حضورهم وعم بيكونوا مبدعين وبديخص هون الشباب الخارجين من المعهد العالي الفنو المسرحي شباب وصبايا طبعا اللي انا كتير فخورة فيهم واللي ما بتصدق الغبطة اللي صابتني انا عم بحضر بعض عمار رمضان اللي كانوا متواجدين فيها والادوار المهمة اللي لعبوها والخصوصية اللي اضافوها للدور والالق اللي كانوا عم بيمارسوه عبر الشاشة عبر الكاميرا في منهم كانوا طلابك ايه او بالفترة اللي كنتي موجودة فيها عميدة المعهد العالي للفنو المسرحية ايه يعني هدول الدفعات الثلاثة الاخيرة تيدول كلهم يعني بعتبرهم انا ولادي بعتبرهم دفعاتي يعني فلما بتشوفهم انت عبتقلقوا على الشاشة سواء العربية او السورية فهذا كتير فخر كتير فخر وكتير مصدر للمتعة وانا بدي هنين وباركلهم وقولهم ان شاء الله دايما بتلاقوا الفرص اللي تقدروا تعبروا فيها عن طاقاتكم لانه انا هذا كان رهاني انا كنت حس انهم يعني هن موهوبين وبيستحقوا بس يعطوا الفرصة والحمد لله يعني عم بيعطوا فرصوا عم بيكونوا كفوا وعم بيتقلقوا وعم بيقسبتوا حضوروا وعم بيسبتوا تميز فيعني كتير فرحاني اليوم مخاطرة لما نعطي اسم جديد ووجه جديد لعطي دور بطولة عم نخاطر يمكن البعض بيقلك لأ بجيب نجم جاهز وبضمن نجاح العمل انا مو مع هذا الشي العمل الابداعي هو اللي بيعتمد على انك انت تخلق من شي ما بتعرفه شي مختلف شي جديد ويكون حاضر ويكون متعلق يعني لما انت بتجيب ممثل هاي هاي ما هي فن التمثيل انك انت تجيب شخصية ما سبق وتعرف علي المتلقي او المشاهد تقدمها صح تقدمها بطريقة يعني تكون مقنعة وتكون حاضرة وتكون قوية يعني تمارس دورة بالمنافسة تأكد حضورة الابداعي مو مع انه تجيب كل الشي يعني او شخصية سبق انه قدمت وترجعت تكرر هذا التكرار بالعكس انا برأي يمكن في بعض الاحيان اساء يعني في بعض الاحيان اساء انه انت جاي بوجبة جاهزة وعم بتقدمها طيب ايه يعني مرة وتنتين وتلاتة يعني بيمل المشاهد مو بس يعني وين المغامرة وين حس الابداع وين التطور وين انك انت كمخرج وكممثل عم تشتغلوا مع بعض لحتى تقدموا منتج ابداعي لحتى تعملوا شخصية لحتى تحولوا شي مكتوب على ورق الى لحم ودم ويكون مقنع ويلامس مشاكل الناس اللي عم تتلقى ويكون حقيقي ويكون يعني في صدق بالمسألة حضرتك ضد اللي يبين كتب لفنان مثلا لما نذكر اسم او نجن نكتب له يعني ينكتب العمل ينفصل لهذا الشخص لانه اصلا قريضي مكتوب له معنى تضد لازم نحن نكتب النص بعدين نقي ونعمل كاستينج ونختار هلأ ممكن الوجهتين النظر يعني فيه احيانا يكتب لفنان معين لانه له تاريخه وقامته وحضوره الابداعي ممكن ينكتب له شي يساعد به يعني حمل العمل نفسه وتكون شخصية موظفة لمصلحة العمل نفسه ابداعيا واحيانا كمان كتير مهم هذا الشي ممكن اسلوب سينماي اكتر منه اسلوب بالتليفزيون يعني بالسينما عادة زي نعرف نحن بكلاسيكيات السينما العالمية يعني السينما الإيطالية أو الأمريكية كانوا يجيبوا ناس من الشارع يختارون وما يكونوا دارسين ويصنعوا منهم ممثلين يحملوا أدوار مهمة وبالتالي يصير نجم بعدين انكتب لك؟ لا ما انكتب لي لا ما انكتب لي يعني يعني يمكن أنا واحدة من المعاناة اللي عانيت فيها طول عمري من وقت لما كنت صغيرة يعني لهاد الوقت اني دائما أنا اللي بحمل الدور يعني بحب انه يجيني دوري شي مرة يحملني هو يحملني وما صارت معك؟ ما صارت لا بالعكس وانا بشارك حتى بكتابة الدور بصناعة الدور لا يعني هذا الشي طبيعي اذا بدك هذا الشي الصح انك انت لما تقرأ العمل وبعدين تقرأ الدور اذا في عندك ملاحظات تقدر تغني فيها الدور لحتى يكون حاضر وفاعل ومشارك بالحبكة الاساسية او بالصراع الاساسي بالعمل طبعا بشكل مصداقي وبشكل منطقي ومقبول يعني مو انه يطلع عن المقولة الاساسية فانا بعتقد انه هذا الشي مجدي اكتر هذه الصناعة يعني صناعة الدورية صناعة ابداعية تعتبر اكتر من انه يجيك شي جاهز وانت بس تقول الشي المكتوبة وراك بالضرورة بالضرورة الممثلة الحقيقي بيغني الدور بالتفاصيل اللي هو بيبحث عنه عبر تاريخ الشخصية وبالتفاصيل اللي ممكن يضيفها من خلال مشاهداته بالشارع اللي بجمعه ممكن يضيفها لهاي الشخصية فطالما انت في عندك لحم يعني في عندك وراء وانت كممثل ادواتك هي ذاتك روحك ودمك واحساسك وعقلك وقلبك وعاطفتك فانت قادر انك تصنع شي اليوم حضرتك ضيفتنا واكاديمية وخريجة المعهد العليل الفنو المسرحي لنرجعك ونرجعك شوي هيك لورا لنكون وصلنا لاخر ما اصطارات او اخر شي عملتي بالفن كنت من الدفعة التانية بتخيل بالعام 1983 82 82 83 من كان غير زوجك زياد سعد تحياتنا له من كان من دفعتك تتذكر في في كتير شباب من دفاتي هنه هلأ حاضرين وموجودين في جهاد الزغبي في هشام كفارني في مين كمان علي القاسم بس صبايا ما كان في غيري بنت بس صف كان في معي ثلاثين قبلوا معي بالصف بس ما كملوا ما اجوا يعني الظروف الاجتماعية منعتهم من انهم يجوا في بس واحدة اجت يمكن داومت معنا شهرين بوجه لها تحية اسمها رندة البدين اللي هلأ حافظة اسمها داومت معنا تقريبا شهرين وبعدين تزوجت وسافرت وتركت البلات انا كفيت المشوار كله لحالي يمكن او اجتماعية ممكن الاهل كانوا ضد دخولك انت حضرتك بدك تدخلي للمجال الطبي او تعملي دكتورة او شي لا هلأ انا زميلتك بالأدب الفرنسي على فكرة عامل أدب فرنسي قبل سجلت أدب فرنسي وانا من الناس لا بنفس السنة اللي سجلت فيها معهد علي فنو المسرحية سجلت قبل أدب فرنسي سجلت قبل أدب الفرنسي نعم دكتور يعني بنفس السنة اللي انا خد فيها البكالورية كانت بكالوريتي أدبي وكان قياما وجبت علامات عالية فحقالي يعني سجل كل الاختصاصات اللي بتطلع بالأدبي فأنا وبنفس السنة كمان كان نفتتح المعهد العالية الفنو المسرحية وانا بالبكالورية يعني فأنا صار الهدف دامي واضح يعني عارضوا أهلك خفت ما أنقبل لأنه كان الهم كتير ساكني وكان عندي الرغبة الحقيقية أن يكون موجودة فخفت أنه ما أنقبل إذا تقدمت لأمتحان القبول فرحت سجلت بالأدب الفرنسي قلت في حال ما نقبلت بالمعهد العالي في عنا بالأدب الفرنسي بتعرف حضرتك موليير مسرحيات في عنا مسرح في عنا ممكن نشارك يعني وبالتالي من خلال المسرح الجامعي كان ممكن نكون الواحد حاضر فالحمد الله نقبلت وطلعت الأولى بالقبول وبعدين صرت أطلع الأولى بكل سنة إلى أنه وصلت للسنة الرابعة طلعت الأولى على الدفعات طبعا وهذا الشيء بالأول أنا عارضوا أهلي لا ما عارضوا لأنه لسبب اجتماعي لا لأنه بس أنا من النوع الخجول كتير من النوع اللي قوام بيحمر وشه لما فتذكر أنه البابا قال لي أنه يعني أنت كيف يعني إذا حد حكى معي كيف بدك تطلع يعني تصيري ممثلة هذا بده جرأة هذا بده شجاعة بده فقلت له لا أنا مسررة ويعني لازم أكون موجودة وإذا قال لي بابا بيوم من الأيام إذا قالت لي أنا تعبت واجيتي دقيت لي البابا أنا رح حسكر الباب وشك هذا يعطاني حافز أكبر يعطاني يعني تحدي أكبر أنه كون موجودة وكون موجودة على أدت الثقة اللي تخلي البابا يعني يفتخر أنه بنته فناني وممثلة وفعلا من سنة أولى من لما بلشت يعني قدم موادي ولما ثلاثة الأولى بسنة الأولى والثاني نفس الشي فتغيرت وجهة النظر تماما يعني البابا حس أنه أنا أهل الثقة وبعدين مشت الأمور بشكل عادي قبل ما تفوتي المعهد كنتي وقفتي قدام الكاميرا أبل ما فوت المعهد أكتر من فرصة أول مرة قفتي قدام الكاميرا كيف كان الظرف من رشحيك وكيف صارت الأصب تذكري أجوا على المدرسة أخدوني من المدرسة أنا كنت بالصف العاشر كان بدهم بنت صغيرة مشان تلعب دور جارية بخماسية كانت من أخراج محمد العقاد مبروكة نعم الله يرحمه الأستاذ محمد العقاد اللي هو ممثل ومعروف يعني أبو قاسم بصح النوم وهيكي فهو كانت أول فرصة أخراجية لأله فبدهم بنت ما يعني صغيرة بالعمر وما تكون المسلة بدأ تكون هيكي فأجوا على المدرسة واختاروا ما بعرف كان بنته أنا كنت من بيناتهم وبعدين عملوا لي تست ونجحت وبعدين دخلت للستوديو بس كانت تجربة صعبة كتير 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 وكنت فاشلة كتير خليني أحكي بصراحة لأنه كنت خايفة كتير يعني واحد عم بيحلم طول الوقت وفي هيكي بزهنه صور مسبقة صور مشرقة وصور هيكي يعني مثل الحلم فأنه تبلش أنت على أرض الواقع تتحقق هاي الأحلام بهاي الصورة وكان كنا بالستوديو نصور يعني مبروكة تصور بالستوديو على ثلاث كاميرات وكان في نجوم وكان الأستاذ ياسر العظمي بتذكر مونا واصف ما كانت معنا السيدة مونا واصف كان معنا الأستاذ ياسر العظمي كان عباس كان تيولاند أسمر الله يرحمها كان هالة شوكات كان يعني مجموعة كبيرة أحمد عداس فأنا فتت أنه هدول اللي بشوفهم أنا بالتلفزيون العمالقة الكبار عم شوفهم على الأرض الواقع وأنا واقفة قدامهم فمن خجلي وباللغة العربية الفصحة لأنه هي خماسية عم تحكي يعني العاصر العباسي واحدة جارية وبعدين بشترية للسيد وبعدين بتصير حبيب تويك يعني وقصة حب يعني قصة مثل روميا وجوليد نعم فكتير لقيتها صعبة وإضاءة وكاميرات ونجوم وإخراج وهايك فكانت صعبة كتير فكنت عب أولي الحوار طول الوقت وأنا حاطت راسي بالأرض مستحية من الناس اللي حوالي فعلا كانت تجربة صعبة وحلوة وكانت تجربة بالنسبة اللي كنت تفاشلة يمكن كممثلة لما بقدر قيمها بس أنا بتذكر إنه السيدة منواصف وقتا قالت إنه حرام يعني هاي طفلة لشو جايبينة هلأ خلاص خلية تروح تكفي دراستا وبعدين تشوف شو بدل تعمل كانت هوجودة هي حضورة لا 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 هي كانت يعني ما بعرف كيف قالت هاي الجملة يمكن شاف إجت عالستوديو شي مرة أو شي يمكن هي هلأ ما متذكر أكيد بس أنا لأنه هذا الشي بخصني وهذا الشي مفتاح كان بالنسبة لي إنه أنا بدي كون موجودة بدي كون موجودة بمسؤولية وكون قد المسؤولية هاد الشي حفزني على إنه لأ أنا ما عاد أدخل لهذا المكان إلا إذا كنت بستاهل إني أدخله وفعلا بعد بسنة وسنتين يعني فتوتحي المعادل علي فنو المسرحية ونقبلت وبلشت رحلة الجهاد إذا بدك الجهاد الحقيقي الإجتياد الألق القلق المعرفة كلها هاي مع بعضا وتجربة طبعا مع أسادزة بوجههم تحية أسادزتنا اللي كانوا بالمقاهد العميد الراحل الله يرحمه الأستاذ أديب اللجمي الله يرحمه توفى كان هو بالآخر شي ترك المقاهد هو كان معاون وزيرة الثقافة دكتورة نجاح العطار وكمان بوجهه لألف تحية كلهم هاي دولة يعني الأسادزة أستاذ أسعد فضل أستاذ فواز ساجر الله يرحمه يعني هادون الأسادزة المخضرمين أستاذ مانويل جيجي أستاذ حسن عويتي اللي كان أستاذنا الأستاذ وليد قوتلي كلهم هاي دولة أسادزة يعني صنعوا مننا ناس خضنا التجربة يعني بطريقة كتير مشرفة وبإيمان حقيقي بإيمان إنه نحن بدنا نعمل شي الدراما السورية كانت هيك مو بس المسرح السوري كل شي إلو علاقة بمحلتنا بهويتنا كان هاجسنا وكان عنا الرغبة الحقيقية إنه نحن لازم يعني نطور ولازم نحدث ولازم نصحح الشي الاجتماعي السائد وإذا بدك الصراحة بعد التخرج أنا أجتني فرص كتير كتير كبيرة إنه سافر لبرات البلد بس لأنه طموحي إني بدي أعمل شي ببلدي خلاني كتير أعتذر عن فرص وما بعرف هلا أحيانا بندما علي كان ممكن بالأردن أو مو بالأردن أكتر من هيك لما كان لكم في إنتاجات عربية أكتر من هيك يعني أنا أجتني فرصة فيلم عالمي بفرنسا إنه أعمل فيلم عالمي بس لأنه يعني مواقفي كتير مواقفي دفعتني تمان كتير غالي خليني أقول هيك شي مواقفي كانت قبل ما هلأ يعني تصير مواقف وطنية قبل من قبل بس هو ما بعرف أنا حسي الوطني وانتمائي لهذا البلد يعني تقولي لأ بدي أطلع من بلدي بدل ما تعمل يمكن أنا شربته من الحليب اللي أخدته من أمي من التربية يعني أهلي بالبيت انتمائي ووطنيتي وإحساسي بأني أنا بلدي أول شي يعني هذا الشي هذا من زمان من زمان فلما بيجيك أنت فيلم عالمي عم يحكي عن قصة حب بين بنت عربية وشب فرنسي ومدير مهرجان نانت هو اللي كان المخرج يمكن أنا لو اشتغلت هذا الفيلم بس لأنه كانوا عم بيحكوا عن الامرأة العربية بطريقة سيئة يمكن فيه رأي يهودي أو فيه فكر يهودي كان مغلق خلاني يقول لا مو هيك المرأة العربية وخلاني أعتذر فيعني شوف أنا كتير مصر مثلا جتني فرص كتير على مصر إنه طلعي وانتي لازم تكوني موجودة بمصر كمان أعتذر إنه لا بلدي أبدأ بمصر في كتير ببلدي لسه نحن عم نأسس نحن عم نشتغل ورفضت طبعا وما سافرت على مصر بصلاح هذا بينكر إنك كنتي عم تعملي نجمة بوقتها يعني حتى المنافسات واللي كانوا موجودين كنتي ندلق لهم وكنتي نجمة بوقتها صح بس أنا بقول لك بصراحة ما كان هذا همي الأساسي كان همي إني أشتغل شيء لبلدي نعمل شيء لصناعة بلدنا لا الدراما ببلدنا لا الفن ببلدنا للثقافة للإبداع ببلدنا نطور نحدث يعني كله هذا كان كان بخلفتي خلفتي اللي مثل ما قلتلك مواقفة المتشددة تجاه هذا الشيء اللي أنا مآمنة فيه خلاني يعني اتغاد عن الشخصي يعني ما فكر بحالي كخاص كطموح شخصي فكر بالعام ببلدي بحويتي هويتي السورية بانتمائي كيف أنا ممكن أخدم هذا الشيء وظل هذا التاج على راسي على فكرة وظل منشط عريضة على جبيني حتى كل الأعمال العربية اللي شاركت فيها يمكن أنا الوحيدة كنت كون من سوريا بعدين المسلسلات السورية مثلا العربية اللي أنا كنت فيها السورية الوحيدة الموجودة كان همي الأساسي أني أنا عبر عن سوريتي بطريقة أخلاقية رائعة وبطريقة إبداعية مميزة ويكون لحضوري المنافس المميز اللي بيستحق أني أنا سورية هذا كان هاجسي المواقف كملت معي خسرتك يمكن بتخيل حتى خلال السنوات الماضية كان إليك مواقف واضحة وصريحة عبرتي عنها بإطلالاتك قدي بتخسر الموقف إن كان وطني أو سياسي للفنان قديش لازم يقحم حالو الفنان بالسياسة أو بالتصريحات إذا بنا نقول هلا إذا بدك الصراحة الفن هو مرآة للواقع ولا يمكن أنت تكون فنان بدون ما يكون لك موقفك أنت صاحب رأي بالأصل يعني الفنان هو واحد من قادة الرأي اللي بينسمع رأيه لأنه مو متل السياسي أنا برأيي الفنان أهمة من السياسي السياسي ممكن بخطاب ينفرد عن الناس يتلقوا هذا الشي يسمعوا وفي منهم بيرفضوا في منهم بيقبلوا بس أنت كفنان أنت عم تقول موقفك من خلال الشي اللي عم تقدي من خلال منتجك الإبداعي بشكل غير مباشر ومو مفروض أنت ياب تقبلوا ياب ترفضوا يعني المتلقي ياب يقبلوا ياب يرفضوا فهون قوتوا هون قوتوا قديش ممكن يكون قدوة قديش ممكن يكون مثل قديش ممكن يوصل للرسالة بطريقة مقنعة ويخلي الناس تشبه فيه المتلقي يتشبه فيه الجيل يتشبه فيه قدي ممكن يكون مرآة لعصره قدي ممكن يكون شاهد حقيقي لعصره قديش ممكن يفيد أبناء جيله والناس اللي بيحيطوا فيه المجتمع كله قده ممكن برسالة انه يوصلن ياها بطريقة غير مباشرة انه يغير من طريقة تفكيرهم فانا برأيي انه الموقف لازم يكون حاضر عند الفنان وانا برأيي الموقف الحقيقي اللي له علاقة بانتماء لبلد اللي له علاقة بصيانة دولة بتكريس لمفهوم المواطنة هذا ما بيخسر الخسارة ده مو شرط انك انت يعني الخسارة انك تخسر حالك كمنتمي الى هذا البلد بس انت بتكون اربحت اربحت شي كتير كبير اربحت البلد وانا بعتقد انه يعني هذا لا فضل ولا منية اقل شي اقل شي الفنان ممكن يعمله انه يكون منتمي بشكل حقيقي وواعي ومؤمن بانه هو دوره كتير كبير بالارتقاء بمجتمعه بالارتقاء ببلده وبتقديم صورة بلده وبصورة مشرفة حضارية بتليق يكون ننافس على مساحة الجغرافية اذا بدك يشكل حضور مختلف حضور قوي يشكل هوية هوية حقيقية منافسة وهذا بعتقد انا هذا ربح كتير كبير البعض اعتبره عم نخسر جمهور عم تخسري قسم من الجمهور لما عم تكوني انت طرف او عم تكوني بتعبري عن رأيك بشيء معين فعم تخسري الجمهور عمين قسم الجمهور ان كان مع او ضد ان كان داخل البلد او خارج البلد فيه كانوا فنانين غادروا البلد راحوا لا اسباب قد تكون في منهم اضطر في منهم كان اسباب مشروعة في منهم لا شو كان انت لا انا برأيي انه يعني حتى الفنانين اللي غادروا برات البلد هنه ما يعني بلحظة من اللحظات يمكن ما كانوا ضد البلد هنه كان فيه فكرة براسهم يعني انفهمت بطريقة خاصة وقدروا يعبروا عنا هنه هذا خيار لالهم اختاروا وعبروا عنهم بطريقتهم هنه مثل ما انا كان يعني دفاعي عن بلدي عن عن دولتي عن انساني من جوات البلد كمان كان مسؤولتي وانا هذا كان خياري وانا مسؤولة عن هذا الخيار فانا ما بعتقد انه فيه حدا بيحب بلده وبيشتغل لبلده لما اصلحة بلده بيكون خاسر او بيكون في مين يعارضه لا 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 نحن كلياتنا حبينا البلد بس للأسف كل واحد حبه بطريقة مختلفة بطريقة ربما فيها فهم مختلف ربما فيها رأي مختلف بس بالنهاية يعني الصح لابد انه يكون صح والغلط لابد انه يكون غلط يعني لانا اللي بيقسيني واللي بيدايقني انه نحن دفعنا دم بهذا البلد نحن وصلنا البلد يعني ل لدمار يعني انه تكون بلد هي سلة غزائية لكل العالم وما في علي قرش واحد دين يعني دين يعني ولا لاي بلد آخر لا أوروبي ولا أمريكي نحن كان يعني موازنتنا ما فيها ولا قرش دين نتحول لا افقر بلد بالعالم الآن ودفعنا دم دفعنا شباب دفعنا هجرة هجرة هذا كتير مؤلم هذا كتير كتير سيء هذا كتير يعني بيخليك تحس انه وين رحنا وكيف نحن فهمنا وكيف نحن أخطأنا طيب معلش أوكي أخطأنا بس تعونا يعني لنرجع نصلح كل واحد من خلال موقعه من خلال هيك شو بيقدر يعمل ولو بشغلة صغيرة خلينا نرجع نصلح نرجع نبني نرجع نزرع نرجع ما نظل محاصرين هالحصار يعني شو بداك أكتر من أنه آخر شي آخر شي هلا بيدمرو لنا مطار دمشق مطار دمشق الدولي يعني شو بتكون يعني شو بتدو الشر يعني المطلق الموجود في هذا العالم بمسميات مختلفة بتكون أنه يعني تلغوا سوريا من الوجود بعدوا عنا كل العالم تحجزونا تقطرونا ما رح تقدروا ما رح تقدروا عنا مئة وسيلة نحنا نكون حاضرين فيها دمرتوا رح نرجع نعمير هشمتوا رح نرجع ندور على الجمال سوريا إلى الآن إلى الآن أنا وقت بروع السوق رغم كل الفزاعات الموجودة رغم كل الفقر اللي صار رغم مدين رغم الجوع اللي صار بسوريا أنا لما بروح هلأ ع السوق برجع بتوازن برجع بحس أنه لا سوريا خير سوريا عطاء سوريا تكامل سوريا موجود فيها كل شي بس بدي ناس جديين ومخلصين وشجعان وناس مآمنين بأنه هاي البلد بدي ترجع اللي بيرضع واللي ما بيرضع بدي ترجع وأهم من الأول وأغنى من الأول وأجمل من الأول أنا لما بروح بشوف نزيل هلأ أنت يا منعزو نزيل شوف قديش في عنا كمية من الخيرات موجودة بهي الأسواق صح غالي بس موجودة ما لازم يكون في حدا فقير ما لازم يكون في حدا جوعان ليه ليه لحتى يكون في عنا كل هالخيرات وين ما رحت منش مات سوريا لجنوبة لشرق لغربة عنا خيرات خير الله سوريا مملوقة بالمنتجات اللي ممكن تغني العالم وليس فقط سوريا والأهم من هذا الشي مو بس عنا خيرات وعنا خيرات باطنية وخيرات خارجية وعنا زراعة وعنا كل شي عنا أدوية مهمة عنا صناعات مهمة إذا انشغلت بشكل حقيقي عنا ناس بتفكر بطريقة مهمة عنا دواء مهم عنا زراعة مهمة الأهم من كل شي انه عنا كوادر كوادر مهمة كوادر بشرية طاقات بشرية مهمة والآن هي موجودة بكل أنحاء العالم والآن هي عم بتحرك العالم عم بتحرك العالم صناعيا واختصاديا وعلميا وطبيا إذا بدك عم بتحرك العالم ما يقلم انه هدول كلهم خرجوا من سوريا لأنه كان في ظروف ضاغطة لأنه في يمكن ما عندهم القدرة على التحمل على التحمل فهربوا في شباب راح تبحث عن هلأ مصادر لرزقه لحضوره لوجوده هدول الشباب أنا بيقهروني إنه موجودين بكل عالم بس معلش خليون يروحوا خليون يكسبوا تجربة خليون يشوفوا وخليون يرجعوا بشوق أكبر وبرغبة أكبر بالتطوير بهذا البلد خليون يرجعوا ورح يرجعوا متفاقلة أنا حزينة بس متفاقلة حزينة للشي اللي وصلنا له اللي طلعت برا بنفس الوقت أنا متفاقلة متفاقلة لأنهم رح يرجعوا ورح يشتغلوا ورح يعمروا ورح يبنوا ورح يكسبوا من خلال هالخبرة الألم اللي عاشوا برا لأنه ما في حدا سوري طلع برات البلد مهما أتيحت له الظروف كل الظروف هو سعيد لأنه السوري وينما كان هو منتمي سواء كان فهمان الانتماء بطريقة خاطئة أو بطريقة صحيحة أو مارس ممارسات خاطئة أو ممارس ممارسات صحيحة أنا ما بقدر أحكم أنا مواطنة مثلي مثل كل الناس الموجودين بسوريا ومثل أغلب الناس اللي كانوا برا أنا بحب بلدي وهن بيحبوا بلدهم ورح يرجعوا اللي عم تحكي ست جيانا يعني ممكن يتعارض مع تصريحات وبعض تذمر الفنانين يلي بيكتبوا على صفحاتهم ممكن يشتكوا غلاء الأسعار ممكن يشتكون قطاع الكهرباء مثل ممتل أي مواطن أو العام شو تعليقك؟ هلا أنا برأيي بهذا الوقت نحنا بحاجة لأنه نرفع معنويات بعض لحتى نوقف مع الشارع السوري لحتى نوقف مع الناس بسوريا مع المواطن بسوريا مع الفقير بسوريا كل ياتنا مثل بعضنا ما في حدا غني وما في حدا ما يعني اتدايق وتألم وعانى بهاي الحرب اللي نحنا عشناها الغني والفقير اللي طلع برات البلد واللي جوات البلد كل ياتنا عانينا وكل ياتنا مسنا هذا الجرح اللي ساب سوريا بشكل أو بآخر أنا برأيي أنه بهاي المرحلة نلغي كل شيء إلو علاقة بالإحباط نلغي كل شيء إلو علاقة أنه ما في أمال نلغي كل شيء بالتكسير الأرواح السورية خلينا نشتغل على بناء الروح السورية إعادة الأمل للروح السورية للإنسان السوري للمواطن السوري للإمرأة السورية لكل لأي حدا وما بعتقد في واحد فينا معانا من أم الشهيد بسوريا لا بدي أقول لك آذن المدرسة لا لأنا الفنانة للفنان الآخر للي طلع برات البلد للشاب اللي راح يبحث عن فرصة عمل برها كل المهانة كل المهانة تقابلت وطنة كلها لأنه أنت لما بتنأذى البلد أنت بتنأذى بشكل أو بآخر لأنك أنت مواطن من هذا البلد فرحة بفرحك وحزنة بحزنك سواء أردت أو لم ترد سواء كنت قاصد وحاسس أو مانك قاصد ومانك حاسس نحن معنيين بالهم السوري نحن سوريين هويتنا هي مسؤولة عننا بفرحنا وبيحزننا بمعاناتنا وببناءنا لبلدنا بالمستقبل ولأي شي بيصير بالبلد نحن مسؤولين مثل ما بيقول الأستاذ دوريد لحام اللي بوجهه لك التحية أنه أنه بلدي حفيان أنا سرمايته هيك بيقول بلدي عريان أنا ما هيك بتغطفية يعني يعني أنه أي شي بيصير لهذا البلد هو بيمسنا أول شي نحن لأنه نحن سوريين وهي بلدنا سورية ما عم بحكي اللي عم نظر ولا عم بحكي لحتى أقول أنه يعني أنه أنا مثلي مثل أي حدا بهذا الشارع بس أنا بحاجة لأني أسند اللي بالشارع واللي بالشارع يسندني لجارتي لصديقي لأخي لرفيقي لأي مواطن بسوريا للي عم يأكل واللي ما عم يأكل نحن بحاجة لنسند بعضنا لنرجع لروحنا لنرجع لأساسنا الطيب الكويس المعطاء سوريا بلد المحبة وسوريا أول يعني أول صاحبة الكلمة الأولى بالعالم سوريا يعني ما بدي أحكي كتير عن سوريا سوريا قد ما نحكي عنها منظل صغار منظل نحس أنه هي أكبر مننا كلياتنا بس بدي أقول خلينا نرجع كلياتنا نتكاتف إيد وحدي ونرجع نحب نحب البلد ونحب بعضنا نحب أنفسنا أول شي نحب أنفسنا لحتى نحب بلدنا ونحب بعضنا لأختم هذا المحور إذا بدي أقول أنت مع تسوية الفنانين أو تسوية وضع الفنانين اللي هني خارج البلد تحت مسمى أو عودة الفنانين لنقابة الفنانين ورجعتهم ليش تغلوا بالدراما الصورية يعني هذا السؤال مو لألي أنا بيتوجه في ناس كرأي معم 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 أنا كلها يعطنا حبينا البلد بس كل واحد حبه بطريقة مختلفة تعاو نرجع نحبه نتجمع مع بعضنا ونرجع نحبه من هون من جوه معدي مشكلة مع حدا من الفنانين لا لا معدي مشكلة كل واحد مثل ما قلتلك أخذ قرار أو أخذ تبنى رأيه هو مسؤول عن الشي اللي تبنى أو القرار اللي أخذه هو بتحمل مسؤوليتها وأنا هون شو منقدر نتساعد مع بعضنا لنرجع نبني نرجع نعمر نرجع نرجع سوريا الحلوة الجميلة الحضارية الأهل متعاضدين ومتكاتفين وبيحبوا بعض وعندهم النية بإنه ترجع تكون بلد مهمة في العالم خلينا نعملوا نحن مع بعضنا إن شاء الله كملين كمان عن حضرتك وكنا عم نحكي من البدايات بعد انتسابك للمعهد ولتقيتي بالفنان زياد سعد يعني قصة حب جمعتكن وتكللت بالزواج لا يزال اليوم صار لكم أكتر من 30 سنة تقريبا مع بعض وحب لا يزال اليوم شو الرابط اللي بيجمعكن بشو بتتفقوا على شو بتختلفوا كشخصيتين يعني منتفق على أشياء كتير ومنختلف على أشياء كتير مثلنا مثل أي كابل بالعالم أو مثل أي زوجين بالعالم بس ما تنسألو اتنين فنانين يعني نحنا اتنين فنانين يقول لك شي لما متلتقى بين اتنين ثقة ولما بيكون في رحمة ثقة ورحمة وتسامح وحب بتمشي الأمور بشكل طبيعي بيبقى الحب 30 سنة بيبقى الجوز يختلف يعني شكله يختلف مضمونه بس وبه حب بالعكس ممكن يزيد ممكن يتحول لشي تاني بس طالما في رحمة وفي مشاركة وفي قداسة لهذا الشي الرابط اللي بيجمع الاتنين مع بعضون وفي سقة باعتقد أنا أنه كل الأمور بتمشي ما في شي بتغير بالعكس كسرته ما قولت أنه زواج الفني فاشل يعني بقيته وأثبت للكل أنه ناجح لا يزال لليوم إن شاء الله منضل لآخر لحظة بعمرنا عمر كله ما بعرف يعني الفنان ما بيختلف عن أي إنسان آخر بس مثل ما قلت لك لما بتبلش تظهر أنا يعني لما بيكون في زواج معناتها في طرفين معناتها في طرفين بدي يكون في تعاون بينهم بدي يكون في صلاة مختلفة تواصل مختلف بدي يكون في رحمة بدي يكون في تسامح وبغيرية كمان شو بتحبي بزيادة شو ما بتحبي هلا بحب في إنه هذا آخر شي اللي حكيته إنه هو كثير غيري يعني أي نجاح للآخر وبيعتبره نجاح لإله بس بنفس الوقت أنا ما بحب هذا الشي لأنه يعني وينك أنت يعني أنت وينك بدي يك أنت كمان أوكي تكون غيري بس أنت تحسب حساب لنفسك فهذا الشي كثير ظلم أحيانا لزياد بإنه كان غيري وإنه يعني حب إنه للآخر يكون على حسابه على حسابه ويعني هذا مقدر بالنسبة بس أحيان بحسسني بالزم إنه يمكن هو مرتبط بحدة تاني غير جيانا كان ممكن يكون غير شخص كان حسب حسابه كان ممكن يكون أناني أكثر من هيك كان ممكن يفكر بحاله بطريقة فيه شي خاص أكثر هلأ هو فكر بكل شي إله علاقة بجيانا ونسي حاله هذا يحملني زم أحيانا بصرح عنه دائما فهو يقول لي لأ أنا هيك مرتاح وأنا هيك مبسوط وهو طاقة كبيرة هو إنسان كتير حساس وكتير مخلص وكتير محب مو بس لألي لكل المحيط اللي حوالي وهذا الشي بعتقد أنه يعني بهال أيام مو كتير مفيد مهيك مو كتير مجدي مو تنسى حالك ما كتير الناس بتقدرون يعني بتتجاوزوا الأيام كمان إذا بدك لأنه العلاقات يعني الآن هي علاقات متوحشة حكينا بهذا الموضوع ما هيك هاي الرأسمالي اللي صارت بالدنيا خلقت علاقات متوحشة بين الناس صار كل واحد بده يبحث عن حاله يبحث عن حاله بطريقة في يعني حقك إنك تبحث عن حالك بس يكون فيك شوية لطافة ورحمة يكون فيك شوية تفكر بالآخر مو كل شي لألك 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 بحيث إنه تقيم اللقمة من صحن الآخر لحتى أنت تاكلها رغم إنك أنت ما بحاجة أنت وصلت لحد الإشباع والإكتفاء ففكر بغيرك شوي يعني بقول أنا هاي الرأسمالية المتوحشة خلت الناس تحس بعدم الأمان الأمان المادي عم بحكي وخاصة بوسطنا الفني كل ما يفعله الفنانين هلأ الآن وسابقا ولاحقا إلو علاقة بالأمان محاسس بالأمان المادي أو الأمان الاقتصادي فهو بحاول يقتنس الفرصة لآخر شي لأنه ما بيعرف بكرة شو ممكن تيجيها الفرصة أو ما تيجي بس هذا أوكي يعني خلق من حدا مفروض يكون كتلة أحاسيس وكتلة انفعالات وكتلة عطاء وكتلة خصوصية حولوا أحيانا إلى أنه ما يفكر أبدا إلا بذاته المغلقة ويتمحور حوالي فصار فيه أساوي صار فيه عدم ما فيه رحمة ما فيه عدالة فيه أحيانا هيك أنا أنا كتير جارحة هذا بنا ننتبه له هذا بنا ننتبه له هذا على فكرة مو مشكلة الأفراد يعني فيه مؤسسات لازم تشتغل على القصة كيف تحقق العدالة كيف تحقق المساواة كيف تحقق أمان اقتصادي للناس بحيث ما يتحولوا لو حوش بدون كل شي لإلهم لأنه خايفين من المستقبل خايفين من الغد لازم يكون فيه أمان يعني بعد هال الثلاثين أربعين سنة خمسين سنة خلينا نقول من الدراما التليفزيونية والدراما السينمائية والفن لازم يكون بقى فيه شي هيك بيهيق للفنان نوع من الأمان أمان أمان بمستقبله أمان على حاله نعم كنتي أكتر الفنانات يلي لعبوا دور الأمومة ببراعة عشتي الأمومة بالتمثيل بتقولي لأنه زواجكن يمكن ما أثمر عن أطفال بتخيل نعم يمكن أنا رأيي شوي منتطرف بهاي القصة الأمومة العلاقة بالعطاء هي تركيبة إنسانية ما لا علاقة بالأم الأم اللي بتنجب فيزيولوجيا لا علاقة بشخصية أما أن تكون شخصية بتعرف شي يعني العطاء وتستمتع فيه أو إنه شخصية أنانية وحتى لو صارت أم ما بتعرف تعطي بما يجب أن يكون قديت الأدوار لأني أنا حدا ما بحب أحكي عن حالي بس حقيقة يعني بستمتع بالعطاء بستمتع إذا بعمل شي حلو لحد آخر فأنا بستمتع أكتر من الآخر اللي بعمله هذا الشي الحلو وهذا الشي جزء من دور من الأمومة اللي أنا لعبتها بأدواري سونا عم نحكي عن طفل أو ابن ابنه للحداث إي يعني هي حالة لأنك تكون أم فيزيولوجية هي حالة فيها شوية أنانية إنه هذا ابني بس إنك أنت تحس إنه كل الأطفال اللي حواليك هن أولادك وتحاول تعاملهم أو أنت هيك بتركيبتك بتحس إنه هن أولادك تعطيون من الاهتمام والبدل والمحبة والاحتواء اللي هن بيحتاجوا بعتقد إنه هذا يمكن بيتفوق عن دور الأم الفيزيولوجية ما بعرف أما أنا ما صرت إن فيزيولوجية لحتى تقيم إذا أنا لو كنت إن فيزيولوجية كنت رح حب أكتر من ما هلأ بحب مثلا الأطفال ما قاردت هيدي القصة ما بقدر أنا قيمها بس أنا بقول لك إنه أنا حبيت كل الأولاد اللي كانوا حوالي مثل ما بقول يمكن لو الله عطاني ولد ما كنت رح أبه مثل ما حبيت فكرتي بالتبني لا لأنه في كتير حوالي بحاجة لأني أنا أكون معهم ضد الفكرة ولا معهم لا ماني ضد ولاني معهم كل حالة إلى خصوصية بهاي القصة ما في شي عام يعني يا معا يا ضد كل حالة إنسانية إلى خصوصيتها فأنت ممكن يعني تتبني وممكن ومو يكون تتبني للطفل غريب ممكن تتبني طفل كتير كتير قريب عليك ممكن تتبني طفل جار ممكن تتبني أي كائن بتحس إنه هو بحاجة لعطائك فكرة التبني أكبر بكتير من إنه تتقطر بطفل بطفل أو بحاجة أو بشيء يعني هي أكبر بكتير العطاء للمهنة للبلد لكل شيء لكل تفاصيلنا الإنسانية العطاء هو مفهوم كتير كبير هذا الموضوع كان عائق بزواجكن كان في مثلاً فكرة مشاكل أو أبداً على الأطلاق على الأطلاق بالعكس لأنه في اتفاق خلص ما في اتفاق لأنه أجت الأمور كلها بشكل هيكي تلقائي سبحان الله يعني إنه نحن وعلى فكرة أنا وزيادة كتير كتير منحب لولاد كتير منحب لولاد هلأ مثلاً أي ولد بالعائلة هلأ صاروا شباب الحمد لله أي ولد كان يجي لعننا على البيت يعني يعني هو بحس حاله أنه هو ابننا أكتر من أهله اللي بينتمي إلهم فما حسيت أنا بهذا الشيء يعني وما صار في مشكلة بالعكس كان يقال لي زياد إنه نحن الله يعني هيكي بده خلينا يعني مرتاحين ما في مشكلة فهيك مثل ما عبي لك ما بيتجزق مفهوم العطاء سواء كان ابن سواء كان أخ سواء كان أخذ سواء كان أم سواء كان جار سواء كان صديق سواء كان ميما كان يعني أكتر دور بذلتي فيه وأخذ منك لتقدميك أم شو كان تتذكري؟ هلأ أكتر واحد بذلت في جهر تعبك تعبني هو الدور اللي لعبته بالروزانا بالروزانا تعرف لي لأنه مختلف تماماً ولأنه شخصية مركبة وشخصية صعبة وشخصية أنا يعني طاغية ليا بشكل أنه هي شايفة ابنه وما أنا شاف شايفة حدا تاني لدرجة الجريمة وهذا الشي عند خلل كان مرض نفسي؟ في هذا التملك وأنه هي بدأ تصنع منه الشي اللي هي بتشوفه يعني لاغي شخصيته تماماً هي بدأ تحطه الشي اللي هي بتفكر فيه اللي بتطمح له فهذا بعكس العطاء تماماً يعني بتفكر حالة أنه هي عم بتعمل الشي لهذا الحنان وهذا الاحتواء وهذا المطلوب منك كأم وهي بتكون عم بتدمر الشخصية الأخرى عزبني كتير هذا الدور لأنه ما بيشبهني شخصية مخالفة تماماً لطبيعته ولطبيعة الأدوار اللي لعبتها بحياتي كفنانة بس سبب لي متعة كتير كبيرة تلما بتعمل شي أول مرة بتعمله وعم تعطيه حقه وعم تبدأ فيه وعم تتقلق وعم تقنع فيه وعم تكون سادة وسبب هذا الجدل بالشارع كمان فبتحس أنه أنت اي يعني عملت شي مهم في عالم حبتك في عالم أبداً ما تقبلت هالأد أم متسلطة هالأد مريضة هالأد مستفزة صحيح صحيح بس هذا موجود بمجتمعنا موجود بمجتمعاتنا يعني بالمجتمعات عموماً موجود وهو له علاقة بالشر يعني ما بس بمفهوم الأمومة المتسلطة والجبارة والأنانية والمغلقة لا هو له علاقة بمفهوم الشر بالعالم يعني لو ما في هيك ناس أشرار ما بتحصل جرائم أصلا هي الجريمة يعني العلاقة بتشوه اجتماعي خلل خلل اجتماعي معين يعني في كتير ناس ما حبتوا حق معا ما تحب بس أكيد عطيت دروس يعني للناس اللي بيفكروا بهالطريقة فرجتهم قديش بشاعتهم قديش ممكن يكونوا مدمرين والناس اللي حبوا عرفوا إنه هذا دور أنا عم أدي فعطيتهم حقه كاملا وهذا الشي خلاهون يحبوا جيانا كممثلة وآمنوا بالشي اللي عملته مين أكتر حدا ممثلة سورية برعت بدور الأم بتقولي بتقليلها شابه بتقليلها عن جد عملتي وبس تقولي أم تخطر لك كتار والله يا يامين أنا ما بدي أظلم حدا يعني من هلا ممثلاتنا الجلا استحليتي دور لحدا وتقولتي كنت قدمته بطريقة مختلفة أنا ما بغار من حدا أبدا أبدا ما بغار من بنت بس بغار إذا واحدة عملت دور حلو بغار إنه إيه اللي عملته هذا كتير حلو أنا لازم أعمل أحلى منه في كتير ممثلات يعني من الجيل القديم والجيل الوسط والجيل الجديد هلا مثلا عم بيبرعوا بأدوار الأمهات كتير مقنعات كتير مقنعات يعني أذكر لك مين يعني كتار 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 يعني مثلا هلأ سلاف مع مار عم تعمل أدوار أم مهمة كتير عملت بحارة القبة عملت بيروت ثلاثمائة وثلاثة حنا نحكي عنه هلأ بعد شوية يعني عندك سلاف فواخرجي كمان نفس الشي عندك من الأديمات مثلا أغلبهم بيتوحشوا لما يقرب الخطر لابنهم اي اي هذا جزء من غريزة الأمومة يعني لأنه هو جزء طالع مننا من روحها من جسدها من دمها من قلبها فهذا الشي له علاقة بالغريزة الحفاظ على على هذا الشي اللي طالع مننا يعني وكأنه رح ينخطف مننا جزء مننا وهو جزء من حياته اي مو بيتوحشوا اي بيصيدوا لبوات بتحولوا لشراسة يعني شراسة في الدفاع عن هذا المنتج الإنساني إذا بدنا نحن نسلم حكينا عن الغيرة وسبق واصطدفت الفناني صباح السالم كنا عم نحكي عن وجرة تحية كمان صحيحاتنا كانت ضيفتنا بحلقة سابقة بتذكر بتذكر كنا عم نحكي عن مسلسلة طبيبة يلي انشهرت فيه وعملتي دور بياخد العقل قالتلي كنت غار من جيان عيد قالتلي خلتني اني غار لحتى اشتغل على أدواتي أكتر وما بديها تطلع حسن مني بالمسلسل كان فيه إلى دور اسكانت البطولة صباح سالم ولا صباح بركات انتي مخربت بين صباح السالم صباح السالم قالت بالحرف الواحد غرت من جيان عيد صح صباح لانه كانت معنا بالطبيبة بس صباح بركات انا قلت صباح بركة اي 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 مع ago كمان صباح السالم تحية اتنينتهم كانوا ضيوفنا بفعل وجه لك بير التحية لصباح السالم بتمنى ان تكون عم تشتغل هلأ السباح وانا بدي وجه لك تحية لك يا مين لأنك جبتها وعملت مع اللقاء لأنه ما بتتخيل قديش صباح السالم طاقة مبدعة وقديش انظلمت وقديش فعلا فعلا دمرت حياتها لهاي المخلوقة وهي إنسانة بسيطة ومحبة ومسالمة وطيبة وشفافة وكانت بتستاهل تكون بمكان آخر تماما كنتوا رفقاء ما اختلفت بحياتي مع أي زميلة كانت معي وبحبهم يعني بحبهم اللي بشتغل معهم بحبهم حقيقة لأنه كنا نشوفهم أكتر ما نشوف قالت لي كنت غار منا وتحفزني تحكي الغيرة الفنية هذا وارد يعني الصباح لأنه هي تلقائية وبسيطة وصادقة فهي ممكن تحكي تعبر في كتير ما بيقدروا يعبروا في كتير بيغاروا بس ما بيعبروا في كتير كانوا ما بعرف إذا بدي أحكي لك ما بدي هلا أحكي للنواحي السلبية في كتير كانوا من غاروا من جيانا في كتير 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 كم أنا كنت متجاوزة كلها القصص وحاب يعني حاول داري الغيرة أحياناً تكون غيرة شريرة حاول داريها بالاحتواء ميم غارت منك؟ حاول داريها بالاحتواء كتير ما بدي أحكي خلينا نحكي نحن ما بدنا نحكي بأسماء نحن ما بدنا نحكي بحالات الغيرة كتير حلوة صدق ذاكي لأنه غارت منك؟ الغيرة كتير حلوة لما بتكون منافسة للارتقاء بس ما تكونوا الضرر بالآخر يعني أنا في فنانات زميلات نحن بيعرفوا حالهم هلأ ما بدي أذكر أسماءهم لأنه هن بيعرفوا شو عاملين بتتصور أنه في بعض المسلسلات اللي أنا كنت أشتغل فيه هون بالتلفزيون العربي السوري ما كان في جهات منتجة أخرى أول ما بدنا كان التلفزيون هو المنتج الوحيد بسوريا كان في إلنا غرف مشتركة تقريبا فنحط فيها تياب التصوير يعني تياب الشخصية وكانت غرف مشتركة فكان في بعض منهن يعني يحاولوا يضيعوا لي الأواعي مشان يخربوا الراكور مشان يخربوا على الشخصية إكسسوارات كانوا يحاولوا كمان يضيعوا لي إياها كيف كانت التعاملي معهم؟ تحسسيهم أنك عرفتي ولا تتجاوز؟ لا 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 تتجاوز القصة ويمكن هلأ ما بيعرفوا أني أنا بعرف أنه مين كان عم يساعد هلأ وين صاروا؟ صاروا نجمات؟ صاروا نجمات ويعني مهمات كمان بالعالم عندك الجرأة تذكر إرسم حدا؟ هي مو قصة جرأة قصة خفر وأنا مع الجرأة بس بس ماني مع الوقاحة أنا إذا بدي أذكر بدي أحس حالي وقها وأنا مو هيك أنا بالعكس قديش بقدر داري يعني داري الإساءة بشكل حسن بعملها ما رجعته لتأيته بعمل أو رجعنا لتأينا بأكثر بعمل وما نذكر ما بتفكري بالانتقام أبدا بتسامح وما بتنسي أبدا 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 في كتير جرحوني جرحوني مو كم يعني بأثناء العمل جرحوني بشكل شخصي نساء ورجال يعني في كتير ناس أساء وفي ناس ظلموني بكل بكل مراحل حياتي من وقت ما كنت صغيرة إلى الآن بس أنا دائما بتجاوز ودائما ما بفكر بالإساءة دائما بفكر بالحالة اللي لازم تكون مو بالحالة الكائنة عم بتذكر واحد من زملاءنا للفنانين كان يقول لي يعني أنه أنت شو مفكر حالك يعني المسيح ما بدي أذكر اسمه كمان يعني لا الدرجة أنه أنت مانك ملائكة أنت بني آدم قال له أنا ماني ملائكة وما بحب كون ملائكة بس أنا بآمن بأنه لازم يعني إذا كان الظرف سيء ما لازم يكون سيئين لازم نتجاوز الظرف السيء لزرف أحسان أنا بحب يتعاملوا مع الناس متل ما أنا بتعامل معهم بحب يحترموني متل ما أنا بحترمون بحب يحبوني متل ما أنا بحبهم بس مو كل العالم منيحة وكويسة لا لا مو كل الناس وبتدير خد الأيمان لا 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 مو كل الناس هذا الشي يعني وعيت عليه متأخرا كتير وصابني بالخزلان وصابني بالأحباط وصابني بال بس ما بقدر كون غير أنا غير متل ما أنا ما بقدر ما بتمسي بس بتسامحي ما بتجاوز 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 يمكن كلمة أكبر ايه أو هي اللي بتدل أكتر ما بنسى وبكون حزيرة بس بتجاوز يعني هلأ صرت بكون حزيرة إنه أوكي طب في شرطة لي بالعالم وفي ناس تتقصد تكون شريرة وتقل ماك بس أنا ما بقدر كون مثلهم بفهم غيرت ممثلة من ممثلة بس ممثل من ممثلة بتصير بتصدق يا يامن إذا بقل لك إنه الرجال بغاروا أكتر من النسوان والله اكتشفت أنا هاي القصة إنه ما كنت فكر إنه والله رجال بغار من ست شو حتاخد منه؟ شو حتاخد منه دور أو أو؟ لا لا ما بعرف ممكن يعمل شي شغلة تسئلك بشكل غير مباشر بس هيك لأنه هو غار أو لأنه هو متداعي أو أي بغاروا؟ بغاروا أي؟ وإحنا كنا نفكر إنه هاي الغيرة بس صفة متعلقة بالمرأة تاريلا فيه رجال بتغار أكتر من النسوان الوجه الخفي للوسط الفني اليوم أغلب أو 90% اللي بيحكوا حقيقة أو بيحكوا حقائق قد تكون بالوسط الفني بيحكوا لنا الجانب المظلمي اللي هو عن جد 90% بيحكوا قلت لك قد يكون وسط عليه شعارات استفهام كتير اليوم شو بيخلينا نتحمل هيك أوضاع؟ ممكن نحاول نصلحها ممكن نلاقي حلول ممكن نتجنب أشخاص أو نهمشهم نحن بجوز عم نسكتلون أو عم نوقف بطريقة نفتحلوا للمجال لحتى يسيدوا ويميدوا أكتر هلأ هاي الشغلة المشكلة أنه ما نتعلق فينا شخصيا نحن ما منمتلك كل الأدوات اللي بتخلينا أنه نحمي حالنا بطريقة أو بأخرى يعني في كتير ناس سيئين موجودين بالوسط في ناس بيكونوا أعز أصدقائك فجأة بتحولوا لألد أعداءك ليش ما بتعرف؟ فجأة بتلاقيه مثلا عم بيصرح أنه مثلا جيانة فنانة محترمة ومصداقية تعالي وتشوفها بتلاقيه عم بيصرح أنه والله هي يعني معنى متوازنة ومختلة يعني فأنت شو صار يعني وما بيحاول يسأل حاله أنه يعني هو بشو أخطأ مثلا لحتى تغيرتي معه تغيرت معه وأنا ما تغيرت بس أنا مثلا فيه اللي مبرراتي وهو ما بيهمه يعني أو هي ما بيهمه بيهمه أنه كيف تقيم بشكل سيء تطلق يعني أحكام بدون ما تفكر فيها بدون منطق بلحظة ممكن يلغولك تاريخك الفني كله وتاريخك الإنساني بيلغوه وببساطة وبطلقوا هيك حكم وبيضلوا ماشيين يعني ما بحبش بدي أقول لك موجودين هدول الأشخاص وللأسف ما منقدر نحنا نردعهم أو نغيرهم وما منمتلك الأدوات أو الآلية اللي بتخلينا يعني كل ما هنالك أنه منبتعد منحاول ما نواجههم منحاول نتجاوزهم منحاول نعاملهم بالحسنة علهم أنه يفكروا هيك بلحظة صفاء بأنه هن أخطأوا بحالي وحتى أنا حتى أنا يعني أنا مانعم بحكي أنا كمان إلي أخطائي الكتير كبيرة وأنا باعترف بهذا الشي وأخطائي اللي أحيانا أسائت لناس بدون ما فكر فيه وأنا باعتذر من كل أي حدا أخطأت تجاهه وصدقني بس كان الهدف الأعلى كنت مفكرة أني أنا عم بحاول أصليح عم بحاول أعمل الشي اللي لازم ينعمل ما كنت بقصد بيوم من الأيام أني سيئ لشخص لا كانت الفكرة العامة هي اللي تقودني أنه أنا لازم أعمل الشي الصح حتى لو كان على حساب رفقاتي أو أصدقائي أخطأت أخطأت بناس فعلا وأنا باعتذر منهم بدي أحكي هلأ بدي أحكي عن شغلي أنا لما يعني في مرحلة من المراحل لما كنت فيها بالنقابة من نقابة الفنانين طبعا ويعني كثير أنا ندماني على هذه المرحلة لأنه حطيت حالي بمكان ما كان لازم حط حالي فيه لأني كنت مفكرة أنه يعني هذا ما كان بيقدر الواحد من خلاله يمارس الصح يقود الوسط إلى مصاف أنبل وأسمى وأرقى وفيه القانون واللي بسود والعدالة بس طلعت أنا عم فكر بطريقة كتير طوباوية وكنت لحالي عم فكر بهالطريقة وممارساتي كانت كل ياتا عم بتصير بهذا المسار وكنت عم بخطئ وما أنا حاسة لأني عم فكر بالصح لأنك أنت لما بفكر بالصح مع يعني بزمن كله أخطاء بتكون خارج عن الزمن بس خليني أقول هيك أنا وقتل كنت بالنقابة سوري وقتل كنت بالنقابة اجتمعنا بشخصية من يعني من أهم الشخصيات الموجودة بالبلد وأعلى شخصية تعريبا فلما أنا عم نحكي هيك بالنقاش وكذا أنه شو المشاكل طبعا أنت لما بتروح بتلتقي بجهات عليا بقادرة على صنع القرار وقادرة على تصحيح الأوضاع أنت شو بتحكي بتروح بتحكي مشاكل وهموم على تتصلح على يعني تساهم بإيجاد آليات يعني للتصحيح فأنا كانت زميلتنا وصديقتي هي واختي وأنا بحبها كثير 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 ديانة جبور ووجه لها كل تحييم أنا بدي أعتذر هلأ منها لديانة بهذه المرحلة كانت مديرة المديرة العاملة المؤسسة وقسس الإنتاج الإزاعي والتلفزيوني كانت مستلمة جديدة لأ وكان في مرحلة يعني تستلم ديانة وبيرجع بيجي حد تاني وبعدين بيرجع بتجي ديانة فأنا رح تحكيت قدام هذه الشخصية المهمة عن كيف يجب أن تكون المؤسسة كيف يجب أن تتعامل مؤسسة شو هي الآليات اللي لازم للارتقاء بوضع الفنان كيف لازم تكون المثال كيف لازم تكون فيه التمييز كيف لازم تكون بديل عن الواقع الإنتاجي الموجود بالبلد فبيروح حدا أو حدايا بتوصل لديانة إنه جيانة وين ما بتروح عبتجيب سيرتك بطريقة سئلك فزعلت ديانة مني وإنه عرفت لأنه واجهتها هيك ومن وقتها يعني أنا كتير يعني حسيت أنه طيب أنا ما جبت سيرت ديانة ولا كانت واردة على بالي ديانة كنت عم بحكي عم تحكي بشأن عام ومصلحة عامة وأنا كممثلة لنقابة شو ممكن أحكي إلا بالتفاصيل المؤلمة وبالحالة اللي لازم تكون الأهم للفنان يعني مو لازم أحكي عن المشاكل وعن الخصوصية وعن الشي اللي بيساعدنا لنرتقي اعتبروها شغلة شخصا ايه فشخصا وهن الأمور وأنا ما خطر لي بهذاك اللحظة أبدا أبدا الشخص اللي يعني ديانة نفسها بس هي زعلت وأنا باعتذر منها لديانة هلأ باعتذر منها لأنه واعتذرت اللي قبل بس ما بعرف يعني أنا حسيت أنه يا ريتني ما حكيت عن المؤسسة يا ريتني حكيت بشكل عام عن الوضع الإنتاجي بالبلاد ولا جي بتصير المؤسسة لأنه هي كانت بالضرورة مديرة المؤسسة بس أنا ما بفكر أنه والله الشخص اللي قائم على المؤسسة أنا ملكية خاصة هي اعتمان شأن عام أنت لازم تحكي فيه كنت يوقتها رئيسة أو مديرة مكتب الدراما بالنقابة الفنانين أدي أذتك هذي الاستلام هذا المكتب كتير أزاني لأنه أنا كنت عم ببحث عن قوانين التفعيلة يعني كيف ممكن القانون الضريبي يكون عادل وموضوعي كنت عم ببني مشروع وبنيت مشروع للتصنيف والتعرفة وإجراء العقود في النقابة وإنصاف الفنانين وتحقيق عدالة بتوزيع الأدوار مع شركات الإنتاج وهذا بلش يتحقق شي منه مع شركات الإنتاج صدقني أنه كل المعنيين بشركات الإنتاج المدراء واللي مسؤولين عن شركات الإنتاج كانوا متعاونين مع النقابة بس هي في ناس بالنقابة كانت ما متعرف حالها شو عم تعمل فهي خربت علينا أكتر ما وخربت علاءاتك يعني مع كثير فنانين هي في ناس قالوا هدول من الناس اللي أزوني يعني وما بدي أذكر أسماء كمان أنه نحن يعني هاي قالوا هايك بالمعنى الشعبي يعني أنه هاي دقني إذا من خليها تشتغل لجيان عيد وهني من الناس توعدوا أنه يقشطوك المنصب ومش يلحق لا لا أنه إذا بعد ما هلأ بس صارت هي يعني رئيس مكتب الدراما إذا بقى بتشتغل بأي عمل فني هاي دقنا إذا من خليها تشتغل هن هن القائمين يعني بالنقابة يعني وقدروا هلأ ما بعرف إيه قدروا يمكن يمكن قدروا لأنه الجيانة ما بتتساوم الجيانة في مهمة موكلة إليها هي بدأت تقوم فيها بشكل مشرف وحقيقي كما تقتضي مهنة ما بقدروا يساوموني عن طريق يعني شو بقولوا هاي المشاكل اللي عملوها وعن طريق البلبلة اللي عملو حوالي ايه يعني المشاكل اللي عملوها والتأويل السيء للمهمات اللي كنت أنا عم بتطلع فيها ولا التخريب اللي خربوا اشتغلوا كعصابة ما اشتغلوا كناس يعني بمفهوم عمل نقابي مثل ما حكيت لك أنا على الهواء انه في شي تكافلي بالقصة مو في شي مؤسساتي انه نحنا منشتغل لمصطحة الناس المنتمين لهذه النقابة نحنا مو جايين نتبرواز نحنا جايين نصحح اذا منقدر مسار عمل ابداعي واقع ابداعي ظرف ابداعي منقدر والقوانين كانت بتسمح الى الان قوانين النقابة بتسمح بالارتقاء بالوسطة الابداعي بالمنتج الابداعي ابتداءا من النص الى التسويق تسمح تسمح قوانيننا بانه نرتقي بالفنان بالنقابة تسمح قوانيننا بكل شي لمصلحة الفنان وليه ما عم يعملو ما بعرف كيف علاقتك بالنقابة اليوم هلا ما كتير في يعني ما علاقتي عادية بس بقدم واجباتي انا المطلوب مني وهلا ما بعرف اشتراكاته هيك قصاص ايوة بس يعني محسن ان شاء الله هيك الله يوفقه هو عنده خبرة وهو عنده تاريخ وعنده يعني صار تجربة كتير كبيرة وبيعرف المفاصل العمل النقابي بدقة وبوعي يعني ان شاء الله يقدر يعمل شي لانه هي المسألة مو متعلقة بس بالمسألة النقيب هي مثل ما قلنا عمل المؤسساتي له علاقة ب11 شخص موجودين كمجلس كيف يتكاتفوا مع بعضهم كيف يتعاضدوا كيف يفعلوا المشاريع اللي بياخدوها او القرارات اللي بياخدوها بشكل جماعي كل واحد حسب اختصاصه ويكونوا فالناويين يساعدوا هذا النقيب لحتى يحقق بفترته منجز لمصلحة الفنانين للارتقاء بالحال الفنين غير مكتب الدراما وبالنقابة شغلتي منصب عميد للمعهد العالي الفن المسرحي متل ما حكينا شو قدمتلك الادارة من شو حرمتك الادارة قدمتلي بس القلق والهم والاحساس العالي بالمسؤولية لمصلحة الطالب شو بقدر أدم للطالب منشان نرتقي بواقعه الطلبي بواقعه العلمي الثقافي المعرفي حتى الأخلاقي هذه المسؤولية تجاه هذا الطالب يعني قدينها جحتي أنا كثير بشكل شخصي يعني كثير مرتاحة وضميري يعني عاملة واجبي على أكمل وجهه كما يجب على أضعاف الأضعاف المرات يعني لأنني كنت أنا داوة من التسعة الصبح ما أجي لع البيت للتناش بالليل لفترة أربع سنين يعني إذا بدك لأنه كنت سنتين رئيس قسم تمثيل وبعدين سنتين عم يد معهد علي الفنون المسرحية فكان الطالب طول الوقت هاجسي شو بقدر قدم له تقنيات كيف بقدر أمل له أسات زي كيف بقدر ساعده حتى ماديا كيف بقدر ارتقي بالمنهاج كيف بقدر أنه يعني أنا والله والكادر الموجود كلا ياته نقدر نعمل شي لمصلحة الطالب لمصلحة الاسم الكبير اللي اسمه المعهد العالي للفنون المسرحية كيف نقدر نحنا نخلص لأله نقدم له كل الامكانيات اللي موجودة أنا عملتها على الأخير على قديش نجحت ما بعرف مو أنا اللي بقيم في طلاب تخرجوا في طلاب كانوا موجودين كنت أنا عم بشتغل مثل ما قلت لك مو بس عالشي العلمي والمعرفي والثقافي والإبداعي الفني أنا كنت عم بشتغل كمان عالشي الأخلاقي لأنه مو بس الشي يعني أنه أنت كيف تحول هذا الطالب من حدا مو بس مبدع منظومة كاملة أخلاقية وفنية وقيمية وعلمية وأنه يكون حاضر ويقدر يحمل هوية المبدع السوري بشكل مسؤول وبشكل مشرف كنت عم بشتغل على هاي بسا خلال فترة توليكي هذا المنصب اتعرضت بعض قراراتك للانتقاد منها قرار حجب مشروع التخرج عن طلاب السنة الرابعة استبداله بفحص مغلق اتعرض أيضا بسبب قبولك عدد كبير من الطلاب استرحية عدد كبير يعني شو الغاية كان بوقتها قبول 32 طالب بقسم التمثيل كان المعهد مجهز لحتى يستقبل كل هدون بدي إجابة هيك هلا أول شي قبول 32 طالب أنا باعتبر أنه هذا منجز أنا عملته يعني هذا مو شي سيء بتاريخي أنا كعميد معهد بالعكس أنا باعتبره هذا منجز لألي لسبب كتير بسيط أني أنا قبل ما أكون عميد كنت لأكتر من خمس مرات يمكن بليجان القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبالظرفة كتير صعب أنت بتعرف الحرب اللي تعرضنا لأضلت أكتر من عشر سنين ويعني ست سبع سنين بهديك المرحلة يعني فأنا كنت شوف أنه الناس اللي عم تتقدم نفسها عم تتقدم كل سنة ونفسها عندها الإمكانيات وعندها الطاقات ومؤهلة لأنه تكون موجودة بهذا المكان بس بسبب أنه نحنا ملزمين بأنه ناخد عدد قليل هدي العدد معه يعني ماكسيموم هذا الرقم العالمي بس بدي أسألك نحن الحرب اللي عشناها هل في أي معيار بيشبه معايير العالم نحن هلأ بالمعهد العالي للفنون المسرحي بننطبق معايير عالمية بظرف إنسانيا لا يشبه أي ظرف بالعالم يعني أنا طالب اللي عم يتقدم ست وسبع مرات وشايفي عنده الإمكانيات وعنده المعايير الصحيحة ليكون موجود عندي عدد لا أنا بخاف إنه يتسبرم ويروح يتحول إلى أماكن وبقر لا تليق فيه لأنه عم يعاني من فراغ وعم يضل من السنة للسنة بدون شيء بس لا يجي يقدم للمعهد وحاطت بزهنه هاي القصة وهو مبدع وهو يستحق أن يكون في هذا المكان شو خسرنا نحن بالمعهد العالي للفنون المسرحي لما نقبلنا 32 طالب خسرنا المعيار العالمي إنه في 12 طالب بس لازم يكونوا بالدفعة طيب نحن قصمناهم لفئتين وقصمنا الدوام بدل ما يكون 6 أيام للكل 3 لهدول و3 لهدول تعبوا الأسات زي معنا إنه كانوا يعطوا دوامين والإدارة تعبت لأنه كانت تتداوم مع الفئتين بس لا أكتر والأقل بزلنا جهد وتعب ووقت بس حصلنا على يعني كم أكبر من الناس اللي تخرجت واللي هي تستحق أنت تخرج بدل ما تتسرب منه وتصير بالشارع أو تروح لبؤر نحن ما بدنا إياها ليه تم فصل بعض منهم بالسنوات هلأ بعدين في منهم ما التزموا اللي ما التزم اللي ما بيخضع إلى القوانين الأكاديمية للي أخلاقياته كانت ما بت يعني ما بتستاهل إنه يكون بهذا الموقع خليه يروح بس أخد فرصة غيره هيك لا ما أخد فرصة غيره هو مبدع وعنده كل المعايير لكن هذا ما بتبين إلا من خلال الممارسة هلأ اللي كان مش تهيد واللي كان أخلاقي واللي كان ملتزم واللي كان فعلاً حابب إنه يصير ضل ونفصل كتير عدد قليل أما اللي حب إنه يتسيب وإنه يفكر إنه وصل للمكان فهذا فيه قوانين تقدر تحجمه قرار حجب مشروع التخرج من طلاب السن الرابع استبداله بأي فحص مغلق إيه يعني لما طلاب معهد عالي فنون ورغم إنه هذا شأن داخلي وما بحب أحكي فيه لأنه شأن داخلي طالما أنت طالما أنت حكيت عنه هلأ لما بيكونوا طلاب معهد عالي فنون مسرحية قسم التمثيل فمفروض إنه يكونوا يعني بممارساتهم أنا قلتلك أنت عم بيشتغل على الأخلاقي مثل ما عم بيشتغل على الإبداعي وهذا واجب مو موجيانة هدا أي حدا بيكون بهاي المكانة وعميد معهد عالي فنون مسرحية هو واجبه أو هاي يعني هاي مقتضى الاعتمان اللي هو موجود فيه لما بيكونوا طلاب معهد عالي الفنون مسرحية بتصرفوا بطريقة غير لائقة بطريقة تشبه العمل الإرهابي إنه بيسحبوا على بعضهم ما في حوار أنا جاي علمك لغة الحوار لغة التواصل لغة الإنسانية اللغة الأخلاقية بالمعهد جاي علمك كيف تعبر عن حالك بطريقة إبداعية إنسانية خلاقة فأنت بتجي بتستخدم أدوات بيستخدمها أي حدا بالشارع أنت لازم لا في قوانين رادعة على هذا الشي أنا ما بيصير إنك قد ما تكون ممثل عظيم إذا أخلاقيتك ممنيحة أنا بحط إيكسة عليك أنا كجيانة يعني هلأ لما بشوف فنان قد ما يكون كبير إذا ما أخلاقه كتير عالي ومثاله قدوي أنا ما بيحترمه أنا ما يعني لما بتكون أنت بالمعهد فمفروض تشتغل على هاي القصة صح في ناس ما كان إلو نزم بهذا كل وقت بس أنا حسيت إنه إذا بنا نعاقب بس مجموعة معينة هذا رح يضل بتاريخهم يعني يسبب لهم أزمة أنا ما بدي قلت العقاب الجماعي بيننسى مع الأيام بس العقاب الفردي بيضل معلم فأنا حتى بهاي القصة كنت عم فكر لمستحتهم باختصار كتير شو بين أصل معهد العالي للفرن المسرحية اليوم بعد تجربتك واليوم حضرتك كمراقب خارجي بينقصوا الدعم الدعم المادي والدعم بالكوادر الأساسي لأنه للأسف يعني المعهد لسه موازنته كتير ضعيفة طبعا ما يعني ما بتنلاه مزارة الثقافة لأنه هاي الإمكانيات الآن بس لو كان المعهد في عنده دعم حقيقي دعم مادي وإمكانيات مادية كبيرة لتطوير أدواته لتطوير التقنيات الموجودة فيه يعني من 1995 أسس المعهد العالي الفرن المسرحية إلى الآن ما تزال الأدوات والتقنيات هي هي نفسها ما تجددت ما تطورت ما صار فيها تحديث هذا يراد له تحديث لأنه كتير من النظم النظم التقنية تغيرت بالعالم المناهج تغيرت عم بحكي تقنيا أنا وعم بحكي حتى مسارح عم بحكي حتى بروجيكتورات إضاءة يعني مستلزمات العمل الإبداعي المكملات الإبداعية الأخرى كلها بده التطوير وتحديث هاي ما موجودة بالماهج بده دعم بالأسات زي بالكوادر ما عنا كوادر كلها يعني ما في كوادر كتير إلا لأن أشخاص محددين عم ينتقلوا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالث سنة رابعة برجعوا بيتكرروا يعني ما في كمان هاي الكوادر الكتير وهذا بسبب الإمكانيات المادية ضئيلة أنت ما فيك تجيب حدا من بره يعني تتفعله لأنه ما في إمكانية هذا بس أما في كتير مواهج بالماهج وشفتوا أنتوا هلأ عشاشة شو عم بصير كتير مواهج موجودة يعني غياب بالموسم الرمضاني لحضرتك لكن كانت عودة ورجعة هالسنة بمسلسل بيروت ثلاثمائة وثلاثة عم نشوفك هلأ عم يتم عرضوا على بعض المنصات بدور سمية والدة عزيز يلي بيلعب دور النجم عبد فهد شفنا الحلقات الأولى حكيلي شوية تفاصيل عن هذا الدور ليه قبلتي وكيف شفت النص والأداء للفنانين اللي كانوا معاك هلأ أول شي أنا شرفني أني شتغلت هذا العمل أول شي مع الشركة المنتجية اللي هي شركة الصباح وهي ما يعني هلأ ما عم بعمل تسويق لأي شي لأنه هي تاريخها معروف وإنتاجاتها معروفة بالعالم محاضرة ويعني إذا بتشوف عمل مهم فبتلاقي شركة الصباح ينتاج وإن كان عربي وإن كان مصري وإن كان سوري ومشرك يعني أي هوية موجودة فيه شرفني كتير أني شتغلت معهم أنه هني فعلا ناس محترمين ناس بروفيشنال يعني متخصصين وبيقدروا بيحترموا الفنان وتحديدا أن الفنان السوري كتير تعاملهم يعني رائع ما حسيت بأي غربة بالعكس حسيت بالاحترام الشديد وبالتقدير الشديد وبنفس الوقت شرفني أنه الكادر الإنتاج الموجود بالعمل كله هني شباب سوريين كمان هذا شي مشرف وهني أخلاقيين وهني ناس ترفع لهم القبعة وشكراً كتير لأنهم عم بيشتغلوا بظروف يعني بظل في غربة بظل في بلد غير بلدهم بس هني عم بي يعني عم بيبيضوشنا متل ما بيقول وترفع لهم القبعة لأنهم سوريين ومحترمين وأنت وينما كنت بالعالم لما بتشوف سوري محترم فأنت بتحس أنه سوريا محترمة بعدين الممثلين الممثلين اللي كانوا موجودين يعني عابد وسلاف ومعتصم وبعدين أمانة وبعدين سيف اللي هو الكاتب المخرج سيف حامد سلافة معمار نجمي أنا عم بقول يعني الأسماء لأنهم هني كلهم أحبائي يعني فأنا عم بقول أسماء إخراج إليسة معان بتخيل إليسة معان هي كمان مخرج رائع بأخلاق وتواضع وفهم وعين حلوة دورك دور أم شو جديدك بك دوري يعني الأم اللي هيك المتسلطة القوية اللي عم بت يعني هي اللي عم تصنع التوازن للعيلة وللولد اللي عم تهيئ له كله الظروف لحتى يكون قوي لحتى يكون متماسك لحتى يجابه هذا العصر المادي البحث الآسي المدمر بطريقة قوية ويكون أكبر منه فهي يعني دور صعب شوي بيشبه دور مونة واصف بالهيبة يمكن بيشبه دور ام جبل بالهيبة بس بطريقة مختلفة قدتي بطريقتك يعني قدتي بطريقتك بفهمي بأدواتي طبعا هي من وجه لكل الاحترام لسيدة مونة يعني لأنه هي سيدة السيدة السورية المبدعة يعني ما بعرف يعني لسه الحلقات بأولا بس إجاني خبر أنه الناس يعني ملفت لألاء أنه وجودي بهذا ولو أنه كمية مشاهد قليلة أنا ضيفة شرف بالعمل بس حضوري كان يعني خاص وحضوري مؤثر ومختلف يعني فالحمد لله يعني عم بيحصد نتائج جيدة وبتمنى لكل العمل أنه يكون كمان جيد وبدي أحكي عن الممثلين يعني عابد وزملائنا الممثلين السوريين كمان ترفع لهم قبعة وين ما كانوا عم بيبزلوا جهود جبارة وعم بيبزلوا يعني عم بيحط حق وحضور متميز رغم كل الصعوبات اللي عم بيعانوا منا وال يعني كفي حتى الصعوبات تصوير بالبحر لأنه أصلا في طيارة كل شيء العمل الإبداعي مهما كان بسيط هو عمل صعب عمل صعب وبيحتاج لكفاءة عالية وبيحتاج لصبر وبيحتاج لأخلاق عالية بيحتاج لإيمان وأنا بعتقد أنه زملائنا السوريين وين ما عم بيتواجدوا الممثلين والفنيين والتقنيين واللي عم يشتغلوا بالإنتاج وين ما كانوا عم بيحققوا للهوية السورية خصوصيتها واحترامها وتقديرها من قبل كل الناس اللي بيحيطوا فيهم فأنا بدي وجه لهم تحية وبدأ لهم شكراً لكل الجهود شكراً لكل شيء عم تعملوا لأنه يعني انتماءنا السوري عم يظل حاضر وين ما كان وين ما رحنا وين ما جينا بأي طريقة عم نتواجد فيها عم نحقق احترام وعم نحقق تميز وهذا يعني هذا شيء مشرف للكل للإنسان السوري بشكل عام لو بدي عرج على كل أعمالك وكل هالمسيرة الطويلة بدي شيء خمس ساعات أنا وانتي أقل وحصرنا هلأ صريباً راح مرأي الوقت بس في حقبة أو فترة عملتي فيها كوميديا لازم مر عليها قليلة هي الأعمال الكوميديا اللي عملتيا لكن عيلي 8 نجوم لسه معلق بالذاكرة قد نجح هذا العمل مقارنة بيعيلي خمسة نجوم ولا ستة نجوم أو غيره وقدي نعرض يعني مو بس أنه يعني حقق شي بس كمان قدي عم بنعرض ممكن أكتر عمل عبنعرض هو سلسلة النجوم هلأ بأعتقد أنا أنه الدكتور ممدوح حمادة أبوجه له كل التحية يعني هذا علامة فارقة في الكوميديا السورية أنا بأعتقد يعني اللي عمل غربة واللي عمل ضيعة ضايعة واللي عمل مجموعة من الأعمال المهمة بأعتقد علامة فارقة بالكوميديا السورية وعلامة مميزة واللي هو كتب سلسلة النجوم كمان يعني نعم هلأ كان شكلا شكلا ومضمنا مختلف فعيلة من النجوم وطرح قضايا كانت مهمة إلى الآن وإلى الغد قضايا الفساد قضايا الأمية بالتصرفات الاجتماعية كيف ممكن تخرب المجتمع كاملا طرحها بطريقة جزابة وبطريقة يعني كل قلبه أو المتلقي يتحكم كل قلبه على سذاجة وجهل هؤلاء الشخصيات اللي عم بتمر بالعمال وبعتقد أنا يعني كبر كتير المراية العاكسة يعني فضح قضايا التخلف وقضايا عدم المسؤولية قضايا الجهل يعني بطريقة كتير كبيرة هاي اللي تسمى الكوميديا الحقيقية يعني الكوميديا السوداء الكوميديا الموقف كوميديا فيها تهريج فيها جامع كل أنواع الكوميديا بهاي الأعمال اليوم عنا كوميديا في فناني بتقولك اليوم ما بقى في عنا نص كوميديا ما عنا حتى نجوم كوميديا هلأ عنا نجوم كوميديا بس ما في نص كوميديا صح يعني أنا بخلال الرمضان اللي فائد ما شفت ولا عمال كان فيه حوازيق كان فيه الفرصان الثلاثة وكان بالمناسبة فيه اخوكي حسام عيد كمان بنوجه له تحيئة كان بالعمل قدي نجاحيك عمل الكوميدي هلأ ما بعرف يعني انا ما شفته كله لحتى احكم عليه لحتى اكون موضوعية لازم نكون شايفة شفت كتير مشاهد قليلة بس حسيت انه النور ما كان ضاوي كتير بالمسلسل يعني كان فيه هيك تعتيم على تعتيم ما في هيك لا لا ما فيه بالكوميديا عم بحكي انا ما فيه ضو بالكوميديا فيه شي هيك مطفئ مو هذا المأمول منه السبب النص ولا ولا ما بعرف شو السبب بس حسيت انه مو هذا الشي اللي لازم كان يكون هو كان بس مو هذا اللي لازم كان يكون فما شفت فيه كوميديا بالمعنى الكوميدي بكل الاعمال الكوميديا اللي طرحت عساس كوميديا بالموسم الرمضاني اللي فات ما بعرف بلك يعلم اللي جاي كوميديا ما كان عندك إلا ويا ريتا كانت تتكرر بس للأسف يعني ما تكررت وأنا هون بدي وجهت تحية للإستاذ الكبير العظيم هشام شربدجي وبدي أتمنى له الصحة والعافية وأنا حاولت أني أبعت له يعني أكتر من مرة ما بعرف إذا وصله بس بدي أقول له بالشفاء العجل وأنت يعني كبير وأنت قد ما تمرق فيك إذا ما تقدر تتجاوزها وترجع تحضر بشكل حقيقي وتكون موجود لأنه نحن بحاجتك بحاجتي بحاجة عينك الحلوة بحاجة فكرك المظيف بحاجة إبداعك بكل لحظة بعد ما غابي شام شربدجي يعني بهالفترة أنا حسيت أنه معت في كوميديا ما بعرف إذا رأيه متطرف بس حقيقة يعني هو من الناس اللي بتفتقد لحضورهم بتفتقد لأبداعهم لخصوصيتهم ضيعة ضيعة كان نمكان من أواخر المسلسلاتك اللي عملت كوميديا وخربة كمان يعني ضيعة 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 لماذا شاركت فيهم ولا ما ما بعرف ما انطرح علي هلأ الليث له أنامل الذهبية كمان بهدول الأعمال كمان بدي وجه له كل تحية يعني كمان ليس من المخرجين الكبار أنا برأيه من المخرجين اللي لهم بصمتهم سواء بالكوميديا أو سواء بالعمل الاجتماعي وهو مبدع 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 حقيقة ليس وكمان علامة فارقة بالأعمال الدرامية السورية يعني وين بيكون ليس فأنت أكيد في نجاح في نجاح في تميز كان لك بصمة بالصينما عملتي المتبقي عملتي أكتر من عمل في حدا تسألني على المشهد استشهادك بالمتبقي ما تذكرتي أكيد أكيد ما تذكرته كواليس إذا بشي بتذكري من المشهد بتذكر هذا المشهد يعني أول شي فيلم المتبقي يعني من الأفلام مو الأفلام ميبين هو الفيلم اللي إله أثره الكتير الكبير لغسان كنفاني الله يرحم والكاتب الفلسطيني الفدائي الأول بدي أقول أنا غسان كنفاني وبعد ينسيف الله داد اللي هو المخرج الإيراني الله يرحمه كمان توفى توفى وزعلنا كتير عليه لأنه كان مبدع كمان لطيفة بفيلم المتبقي ما بتصدق الحضور الجميل اللي حققته بهذا الفيلم بإيران لما نعرض الفيلم بهذا المشهد بتموت هي وجوزة اللي هو سعيد اللي جمال سليمان كان عم بيلعب الدور لما نماتوا هنه الاثنين تقوصوا طبعا اغتيلوا اغتيال على يد الموساد اللي كانت عم تشتاح الشوارع الفلسطينية بدي وجه كل تحية لشعبنا الفلسطيني من خلال هذا اللقاء لكل المدن الفلسطينية للإعلامية اللي فقدناها آخر شي لشيرين العاقلي لروح الرحمة طبعا لكل فدائي فلسطيني لكل شهد فلسطيني لكل شهدائنا بالعالم العربي ما بعرف ليش بيختر لي انه امتا بدون يحلوا عن هذا العالم عن دمشق عن قدس عن فلسطين عن سوريا عن لبنان لا امتا بتكون تحلوا عننا بقى انتو هذا الغرب المتوحش بقى امتا بتركونا بسلامنا بحضارتنا نحن ناس خلقنا للمحبة وللإبداع وللجمال ما خلقنا للدلنت قاتل نحن وياكم طلوقت يعني حلوا عننا روحوا لقوا مكان تاني آخر مظلم موحش روحوا مارسوا افعالكم المتوحشة في حلوا عننا بالمشهد شفت لوين اختني آمي بالمشهد اللي بيموتوا بالشارع فهي بتركو تلتقي مع زوجة بيكونوا هو الطبيب كان عم بيداوي المرضى اللي كانوا عم بي بالحرب يوم اجتياح يافى يعني وحيفى اللي كانوا عم بيتصاوبوا هو الطبيب زوجة عم بيداوي وراجع عالبيت فبينقنس بالشارع وهي بتكون زوجته رايحة متدور عليه كمان لانه بيتيهوا بوسط هذي الحرب الكبيرة فبيلتقوا بالشارع بنفس الشارع فلما بتركض عليه لتمسك ايده فهي كمان بتنقنس فبيموتوا اثنين آتون بالشارع بقلب الشارع طبعا تحولت اللادقية لانه ما منقدر نصور بلابيافة ولا بحيفة صور باللادقية تصور البلادية تحولت مدينة اللادقية الى مدينة فلسطينية طبعا نحنا كنا عايشين لاجواء وكأنه فعلا نحنا بقلب فلسطين بقلب بيافة بقلب حيفة عم نصور وكان في عنا يعني كاست اخراج وكاست انتاج من اروع ما يمكن وكاست الممثلين السوريين اللي ترفع لهم القبعة كمان اللي كلهم سوريين بعمل فلسطيني بانتاج ايراني واخراج ايراني وجهات منتجة ايرانية يعني ما بنسأنا هذيك اللحظة لما نمتنا بالشارع صارت الناس اول شي اي حدا حضر الفيلم الفيلم وين ما كان باي بقعة من العالم بكي لما شاف هذا المشهد لما لطيفة تقوصت فهي رجعت لورا من صدمة الرصاصة اللي دخلت عليها فنزل الاشارب طبعا اللي كانت حاطبتها على الراسة هي لابس اللبس الفلسطيني فبيحكوا لي انه بايران لما وقع الاشارب كل الصالة شهقت ايه انه كيف يعني انه وقع عن راسة الاشارب وكأنه العظمة كلها وقعت على الارض هذا الفيلم يعني له بتاريخي انا الابداعي مكاني خاصة لا يمكن انه تنسى وبتمنى انه كانت تتكرر هاي التجارب بالحطة لانه بعتقد انه من اهم الافلام اللي نعمل عن القضية الفلسطينية هو فيلم المتبقي نعم بالوقت اللي يضل واخر سؤال تكرمتي كتير حستي على ميداليات ذهبية ان كان بسوريا ولا حتى بمصر والقاهرة مهرجان القاهرة اكتر من مهرجان وين رسبت احلامي تتكرمي مهلا انا بس اتكرم بمنجز يحقق لبلدي حالة متميزة وبيرفع عالم بلدي هذا اكبر تكريم بتندمي على شي خلال مسيرتك بتندمي على شي بندم بندم صراحة على اني دائما كنت ما فكر بحالي دائما كنت فكر بالحالة العامة او كيف ممكن اخدم المجموعة يعني فكر بالصالح العام وما كنت فكر بالصالح الخاص كان بإمكاني اني فكر بتوازي بحالة توازي اكتر وبمنطق اكتر بدون هذا يعني الحالة الانفعالية والعاطفية أو يعني اللي أثرت كتير أحياناً على أني أنا بقيت فترة فترة عم بنتظر أخذت من عمري أخذت من وقتي كان ممكن يكون بمكان آخر لو أني فكرت بحالي بطريقة أنانية شوي أكتر من اللازم لكان الوضع مختلف بدي كلمة لحوار دي اي بي بدي أقول لك شكراً كتير يامين شكراً لسوريانا شكراً للاعلام السوري بشكل عام لأنكم دائماً بتضيقوا على كل شيء بنعمله حتى على لما مكونوا غايبين تستفقدونا وهي حالة من الوفاء لا تكرر خاصة خاصة بسوريا تحديداً وبالإعلام السوري وبدي أقول لكم الله يعطيكم ألف عافية دائماً وبدي أقول لك بشكل خاص يا يامين أنه أنت دائماً مصرع لهذا البرنامج ويمكن شفت مشكلات طرحت من خلال برنامجك لا تعد ولا تحصى بتمنى بيوم من الأيام أنه هاي المشكلات تتلاقي صدى دائماً أنت بترجع للجهات المعنية عند الجهات المعنية للتطوير الواقع الإبداعي السوري من خلال برامج كبرامجة ومن خلالك أنت شخصياً لأنه دائماً في دائماً في هيكي هاجس عندك للارتقاء بتمنى أنه يلاقي صدى عند المعنيين بالأمر دي حطه بقوسة يعطيك ألف عافية وشكراً كتير كتير إن شاء الله يصل الصوت شرفتنا السيدة جيان عيد نورتنا وأهلا وسهلا فيك بكل وقت شكراً كتير شكراً يعطيكم ألف عافية بالكنترول كمان إن شاء الله بشوفكم دائماً بألف خير وسوريا تظل بألف خير بوجودكم بوجود كل الجديين وبكل الشرفاء بهذا البلد الحبيب سوريا شكراً لحضورك مستمعينا برجع بلتقي فيكن الحلقة الجاي تظلوا بألف خير اشتركوا في القناة